مرحبا اليوم سنقوم بشرح طريقة عمل محفظة فولاذية ضد الاختراق فلن يستطيع أي لص أن يقوم بسرقة حتى لو استطاع معرفة الـ Private Key الخاص بك أتمنى من الجميع التركيز لأن هذا المقطع لأول مرة يتم شرحه في المحتوى العربي ولأهمية هذا الموضوع قررنا أن نقوم بعمل سلسلة كاملة تحت اسم Multi Signature فما هو Multi Signature؟ باختصار شديد سنقوم بوضع أكثر من توقيع على المحفظة التي نغزم بها العملات الرقمية أي تخيل بأنك تمتلك مثلا محفظة ترسوليت وتريد الآن أن تقوم بتحويل 100 دولار فبالتالي ستقوم بالدخول إلى هذه العملة ووضع العنوان الذي تريد أن تقوم بإرسال العملات إليه وتضغط على إرسال وسيتم إرسال هذه الحوالي هذا الأمر يسمى Single Signature أي توقيع واحد أنت قمت بتوقيع مرة واحدة فبالتالي إذا استطاع للصرقة لـ Private Key الخاص بك سيقوم بسحب جميع العملات الموجودة في المحفظة ففي هذا الدرس سنقوم بوضع أكثر من توقيع على هذه المحفظة Multi Signature أي إذا أردت أن تقوم بنفس عملية الإرسال يجب أن تتم الموافقة من أكثر من محفظة أي تقوم بإنشاء مثلا محفظتين ترسوليت وتربط إحداهما بالأخرى وعندما تريد أن تقوم بأي عملية إرسال يجب أن تتم الموافقة من المحفظتين فبالتالي إذا سرقت المحفظة الأولى لن يستطيع لس إرسال أي شيء ويمكنك وضع ثلاث أو أربع طواقيع أو خمسة كما تشاء ويمكنك تشبيه الأمر بالخزنة تخيل بأن لديك خزنة في البنزل ولديها مفتاحين وقمت بتخبئة كل مفتاح في مكان ولا أحد يستطيع فتح هذه الخزنة إلا من خلال مفتاحين فإذ دخل الأس وعذر على المفتاح الأول لن يستطيع فتح هذه الخزنة لأن المفتاح الآخر ليس معه وهذا الآن سنقوم بإسقاطه على العملات الرقمية من خلال Multi Signature سيكون التطبيق اليوم على شبكة Tron TRC سنستخدم في الشرح المحفظة الرسمية لشبكة Tron علما بأن شبكة Tron هي أكثر شبكة من حيث عدد الترانزاكشن في العالم أكثر من الإيثريوم وأكثر من البيتكوين تم تحميل هذه المحفظة من 10 مليون مستخدم وأنا شخصيا أستخدم هذه المحفظة منذ أربع سنوات لم أواجه بها أي مشكلة بعيدا عن موضوع جستنسن المحفظة تستحق الاحترام وعن تجربة شخصية حيث يمكنك استخدام خاصية Multi Signature مع جميع التوكن المتواجه على شبكة Tron أولا تقوم بتحميل المحفظة من خلال الستور أو المتجر الموجود على الهاتف الخاص بك أو من خلال الاكستنشن في جوجل كروم وتقوم بإنشاء المحفظة وحفظها لبرايفتكي الأمر سهل جدا كأي محفظة أخرى ملاحظة أنا أستخدم هذه المحفظة لتخزين الـ USDT TRC 20 فقط الآن سنبدأ بالشرح قمت مسبقا بإنشاء محفظتين الأولى باسم يزن والثانية باسم وبثري سكور سنجعل المحفظة الأولى التي تسمى يزن هي المحفظة الأساسية أو الخزينة التي سنودع بها الأموال وسنقوم بإضافة توقيع آخر على هذه المحفظة أي عندما تريد أن تقوم بعمل تحويل أو Transaction لأي عملة سيتطلب الأمر الموافقة من اثنان Private Key أي من المحفظة الأولى والثانية يجب أن يتم الموافقة منهم الاثنين ويمكنك إضافة أكثر من توقيع أربعة أو ستة واقع ولكن الشرح سيكون على توقيعين فقط سندخل إلى الخزينة الأساسية الخاصة بنا في المحفظة الأولى وسنقوم بعمل أو تفعيل خاصية Multi-Signature على الـ On-Chain في البداية أنصحك بإداع مبلغ 20$ فقط من أجل إجراء الإختبار وبعد ذلك تقوم بالنقر على الصورة الزرقاء في أي مكان ومن ثم الدخول إلى Permission ستظهر أمامك هذه النافذة سنقوم بالدخول إلى Owner Permission من خلال النقر على كلمة Owner والعنوان الذي يوجد في الأسفل هو نفس عنوان هذه المحفظة Public Key وبعد النقر ستظهر لك هذه النافذة ستجد في الخانة الأولى عنوان المحفظة الخاص بك وتم وضع بها العنوان الخاص بك وكذلك الأمر في Permission Name و Permission Type اترك كل شيء كما هو وفي هذه الخانة قم بوضع عدد التواقع وفي هذه الحالة سنضيف توقيعين المحفظة الحالية التي نحن بها الآن ستجد بأنه تم تعبعة الخانة الأولى تلقائيا ألا وهو Public Key الخاص من نفس المحفظة الحالية أما في الخانة الثانية فهو عنوان Public Key للمحفظة التي نريد إضافة توقيعها وفي هذه الحالة سنقوم بنسخة Public Key الخاص به أي عنوان المحفظة الخاص بك وسنقوم بلسقه هنا أما بالنسبة عن الخانة الموجودة هنا التي قمت بوضع بها رقم واحد وأيضا هنا يجب أن يكون مجموع الرقم الذي هنا وهنا يساوي الويت أو الرقم الذي هنا اثنان أو أكبر فمثلا إذا كنت تريد وضع ثلاثة تواقع وإضاح هنا ثلاث وهنا المحفظة الأولى واحد 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 وهكذا الآن ومن ثم نضغط على موافق ومن ثم ستخرج لنا هذه الرسالة وتقول لك بأن تكلفة إضافة توقيع آخر على المحفظة هو 10 دولار تقريبا طبعا هذه العشرة دولار تدفع لمرة واحدة في الحياة وبعد ذلك تقوم بالنقر على موافق الآن تمت العملية بنجاح يجب عليك أن تنتظر حتى يتم عمل confirm لهذه الحوالة يمكنك الدخول إلى هذه العملية والدخول إلى الإكسكولر وتنتظر حتى تتحول الحالة إلى confirm طبعا قمنا بمنح المحفظة الثانية التي نريد إضافة التوقيع الخاص بها على المحفظة الأساسية الخاصة بنا قمنا بعطائها جميع الصلاحية فالآن إذا دخل اللص على المحفظة الخاصة بنا وأراد أن يقوم بعمل swap أو staking أو unstaking أو سحب أي عملة سيتم طلب منه توقيع وموافقا من الprivate key الآخر الذي قمنا بإضافة فالآن إذا أردنا أن نقوم بعملية تحويل لأي توكن في المحفظة عندما نضغط على send سيظهر أمامنا مباشرة بأنه يجب أن نقوم بعمل multi signature لكي تتم هذه العملية نضغط على multi signature ومن ثم يظهر أمامنا ما هو الحساب الذي نريد استخدامه وبالتأكيد نفس الحساب الحالي نفس public key ستجده مدرج أمامك نقوم بالنقر عليه فقط تقوم بالنقر عليه وبعد ذلك يطلب منك العنوان الذي تريد الإرسال إليه مثلا أن تريد الإرسال إلى عنوان tronfitress wallet أو binance أو أي مكان تقوم بنسخه وعمل لسق له ومن ثم تضغط على mixed ومن ثم نضع المبلغ المراد تعويله ومن ثم نضغط send الآن يقوم بسؤالك ما هي الفترة الزمنية القصوى لعملية الانتظار لحتى تتم الموافقة من المحفظة الأخرى يمكنك كتابة الوقت الذي تشاه أنا في هذه الحالة سأقوم بوضع ساعة واحدة فقط أي بعد انتهاء الساعة ولم تتم الموافقة من المحفظة الأخرى سيتم إرجاع المبلغ وإلغاء هذه الحوالة بالكامل الآن نضغط على confirm تمت العملية بناجعة الآن يجب أن تتلقى المحفظة الأخرى تنبيه بأن هناك معاملة أو عملية تحويل ستتم على محفظة التي قمنا بتسميتها باسم يزن فعند الدخول إلى المحفظة التي أسميناها وبثري سكور أو التي قمنا بإضافة التوقيع الخاص بها على الخزينة الخاصة بنا عند الدخول إليها والنقر على المربع الأزرق سنشاهد هنا بأن هناك تنبيه أي بأن هناك توقيع بحاجة إلى الموافقة فعند النقر إليه سنشاهد بأن هناك حوالي تمت من المحفظة التي تسمى يزن وتمت الموافقة من قبل المحفظة التي تسمى يزن والآن بحاجة إلى موافقة أخرى من المحفظة التي تسمى وبثري سكور لكي تتم هذه العملية فإذ قمنا بالنقر على sign أي نقوم بالتوقيع والموافقة على هذا الأمر بالتالي ستتم العملية بنجاح أما إذا أردنا عدم الموافقة على هذا التوقيع فقط نترك الأمر كما هو ولا ننقر أي شيء إلى حين انتهاء الساعة الآن هو بدأ بالعدد التنازل عندما تنتهي الساعة سيتم إلغاء هذه المعاملة وتحويلها إلى field أي فشل بهذه الطريقة لن يستطيع أي شخص طريقتك خاصة إذا قمت بإضافة أكثر من توقيع مثلا ثلاثة توقيع أو أربع توقيع فهذه هي الطريقة الفلاذية لحماية المحفظة الخاصة بك الآن انتهينا من الشرح ولكن أريد أن أقدم لك عدة نصائح أولا أنصحك في هذه الحالة إذا كنت تريد تخزين USGT TRC باستخدام المحفظة الرئيسية لترون فاونديشن ولا تستخدم أي محافظة أخرى لأنها هي أفضل محفظة لتخزين التوكن الخاصة بها هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية عندما تقوم بعمل توقيع متعددة للمحفظة الخاصة بك لا تفتح هذه المحافظة على نفس الهاتف مثلا الآن قمنا بفتح محفظتين على نفس التصبيق فقط للشرح ولكن أنت قم بعمل هذه المحافظة من أكثر من جهاز مثلا جهازين ولا تفتحهما على نفس الجهاز لأنه في حال تم اختراق الـ Operating System الخاص بك على الـ Desktop أو الـ Laptop أو الهاتف ممكن أن يتم سرقة هذا الـ Private Key الخاص بك الموجود في نفس المحفظة المفتوحة مسبقا أو ممكن أن يتم عمل حوالات أوتوماتيكية أو موافقات أوتوماتيكية فلا تفتح نفس المحفظتين في نفس الجهاز ثالثا أنصحك في البداية عندما تقوم بتفعيل Multi Signature أن تقوم بوضع 20 دولار فقط وعمل الإختبارات الخاصة بك والتأكد ومن ثم يمكنك إداعى كامل المبلغ رابعا عندما تقوم بإنشاء هذه المحفظة لا تقوم بنسخ ولسق الـ Private Key اكتبه على ورقة للمحفظتين ومن ثم احذف التطبيق بالكامل وقم بإعادة تنزيله وقم بإعادة دخال الـ Private Key الخاص بالمحفظتين وفي حال تم الأمر من هجاح هنا أنت تعلم بأن الـ Private Key الذي قمت بكتابته على الورقة تم كتابته بالشكل الصحيح هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أتمنى من الجميع رفع هذا الفيديو من خلال العجاب أو التعليق أو نشر هذا المقطع حتى تعمل فائدة للجميع وإلى اللقاء